اسرائيل دقت ناقوس الخطر وبدأت توجه انظارها نحو الاسلحة القديمة والانظمة الدفاعية المتقاعدة لمواجهة مسيارات حزب الله الانقضاضية بعد فشل اسلحتها الحديثة والمتطورة في اسقاطها فبحسب وسائل اعلام اسرائيلية يستعد سلاح الجو لاعادة نشر انظمة الدفاع الجوي القائمة على المدافع القديمة لمواجهة مسيارات الحزب بعد عجز صواريخ القبة الحديدية والطائرات الحربية في اعتراضها وكشفت القناة 13 العبرية ان اسرائيل ستلجأ الى ادخال مدافع كانت تستخدم لاعتراض الاهداف الجوية المنخفضة وقصيرة المدى والتحدي الاكبر امامها هو الكشف السريع عن المسيارات ومن بين هذه الانظمة مدفع فولكان فالقبة الحديدية بحسب القناة تواجه صعوبات كبيرة في مواجهة مسيارات الحزب بسبب ارتفاعها المنخفض اضافة الى ان سرعة تشغيل القبة غير كافية وهذا هو سبب عدم تفعيل التحذيرات بشأن اقتحام المسيارات وفيما يخص مدفع فولكان فهو سلاح ذو ست فوهات قادر على اطلاق ستة الاف طلقة في الدقيقة يتم تركيبه على المروحيات وعلى الارض وفوق المركبات المدرعة عرف في اسرائيل بنظام المضرب خلال العقدين الماضيين وخرج من الخدمة عام 2006 ووفقا لوسائل اعلام اسرائيلية فان الانظمة الدفاعية الاخرى التي يتحضر الجيش الاسرائيلي لادخالها الى جانب فولكان لا تزال غير واضحة ومن المحتمل ان يتم نشرها للدفاع عن نقاط محددة مثل القواعد العسكرية او البنية التحتية الحساسة اوساط عسكرية متابعة افادت عبر سبوتشوت ان اسرائيل تمتلك العديد من المدافع الرشاشة الخديمة المضادة للطائرات كفولكان ومدفع بوفورز 40 ملي متر وهو سلاح سويدي مضاد للطائرات كما تمتلك مدافع رشاشة اخرى تتراوح عيرتها بين 12.37 و30 ملي متر وقالت الاوساط هذه الاسلحة تواجه الطائرات على ارتفاع 3000 متر ولكن لن يكون لها فعالية امام المسيرات الصغيرة والسريعة فضقت اصابة هذه المدافع الرشاشة منخفضة وهناك حاجة لنشر عدد كبير من الجنود اضافة الى جهد بشري هائل يعتمد على العين المجردة لاكتشافها ولفتت الى ان المشكلة الاساسية عند اسرائيل هي في اكتشاف المسيرات الصغيرة فمسيرة شاهد 101 مثلا هي مسيرة كهربائية من دون صوت ولذلك فان الثغرات لن تقل والمدافع الرشاشة لن تكون هي الحل اذا القرار الاسرائيلي يأتي في ظل الفشل الكبير للانظمة الدفاعية الحديثة امام المسيرات وبعد نجاح مسيرة يافا اليمنية في الوصول الى عاصمة الكيان الاسرائيلي تل ابيب من دون ان ترصدها رادارات الجيش الاسرائيلي فما هي الحلول التي ستحاول اسرائيل الاعتماد عليها لاسقاط المسيرات في حال فشلت مدافعها الرشاشة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر